تكريم جهود وإنجازات الكفاءات والشخصيات الوطنية في هذه المناسبة المجيدة يجسد النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة في دعم وتشجيع أبناء هذا الوطن المعطاء لبذل المزيد من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره في كافة المجالات فهذا التكريم الذي جاء ضمن احتفالات مملكة البحرين في العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يسلط الضوء سنويا على نخبة من أبناء هذا الوطن على اختلافه طبعا تكريم اليوم الحمد لله هو تكريم لجميع الألاميين وجميع الصحفيين والكتاب في مملكة البحرين وتكريم طبعا نفتخر فيه كثير ونعتقد أنه هو الدافع الأول دائما من جلالة الملك لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز حقيقة الفرحة غامرة والسعادة اللي يمكن وصفها في هذا اليوم تشرفت بتسلم وسام الكفام لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة هذا الوسام بطبيعة الحال ما أقدر أعتبر أنه هو نهاية عمل بل هو بداية عمل وبداية مشوار إن شاء الله سخرة لخدمة سيدي صاحب الجلالة وخدمة مملكة البحرين إن شاء الله في ظل قيادة الحكيمة والحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وسيدي صاحب السمو ولي العهد للتكريم بعد الإنجاز وبذل الجهد والعطاء الكبير أثر خاص ودافع كبير يعد بمثابة انطلاقة جديدة لهذه الكفاءات الوطنية نحو رفع كفاءاتها والسعي لتقديم كل الإمكانات المتاحة للاستفادة منها في خدمة المملكة على كافة الأصعدة هذا ما أكد عليه المكرمون في هذا العام في الواقع سعيد كثيرا جدا بهذا التكريم من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لكوكب من الكفاءات المتميزة في مملكة البحرين كعادته السنوية في عيد العيد الوطن المجيد للبلاد وهذا تقدير من جلالته لشعب البحرين وللكفاءات الموجودة في البحرين في الواقع الجميع اليوم سعيد بهذا التكريم ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن جلالة الملك وعند حسن ظن قيادتنا الرشيدة يحفظه الله ويرعاها أشكر سيدي حضرة صاحب الجلال ملك البلد المفدى على هذا التكريم وإن شاء الله نكون قيد المسؤولية ونقدم بلدنا ونقدم بزين العطاء لهذه الوطن العزيزة البحرين قيادة وحكومة وشعبا تعمل جاهدة على تقدير الجهود الوطنية وتحفيزها نحو مستقبل مشرق للمملكة يقوده عزم وطموح كبير وقيادة رشيدة ببصيرة نافذة لا تحيد عن طريق التنمية والتطور والرقي بالإنسان البحريني ليكون كما عهده الجميع أنموذجا للعطاء المستمر ومعلما للمعرفة والعلم والتسامح نبارك لكل شعب البحرين هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي تأتي كل عام فتذكرنا بهذا الشعور الوطني الذي هو موجود دائما ومتجذر في ضمير كل بحريني وأعتقد حتى كل مقيم كما نبارك للمكرمين الذين تشرفوا اليوم بأن يتسلموا هذا التكريم من سيدي صاحب الجلالة عاهل بلاد المفدة وأعتقد بأن هذا التكريم سيدفعهم إلى المزيد من العمل والمزيد من العطاء نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله كل عام والبحرين تعيش في فرح وفي سعادة نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى قيادة الرشيدة وإلى الحكومة الموقرة وإلى الشعب البحريني بناسبة العياد الوطنية أكبر تكريم اليوم الذي حظه به مجموعة من المسؤولين والمواطنين في الدولة هذا يعطي دافع أكبر لبذل المزيد من الجهد لنماء هذا الوطن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يومنا فارحين جدا من نسبة العيد الوطني المجيد ونهن قيادة الرشيدة بهذه المناسبة الكريمة عادها الله علينا عماما عديدة ومديدة طبعا اليوم تكريم المواطنين والمواطنات من سيدي صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى لهذا أكبر دافع لجميع المواطنين للعمل والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطا هكذا هي البحرين تمضي بأبنائها الأبرار احتضان وتسجيع مستمر وتدريب وتطوير وقيادة لا ترضى إلا بشواهق القمم ليستحق هذا التكريم المميز ليواصل مسيرة العطاء والتنمية بتوجيهات القيادة الحكيمة تكريم الكفاءات الوطنية ورجالات الدولة هي عادة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم جهود أبناء الوطن المخلصين وتقدير جهودهم النبيلة في كافة المجانات يحيى العمر لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين قصر لسخير جميع البحرينين ينتظرون هذا اليوم بفارق الصبر خصوصا البحرينين المكرمين الذين يتشرفون بالسلام على جلالة الملك واستلام الأوسمة منه شخصيا وجلالة الملك حفظه الله ورعاه يعني صار له الآن سنين يقدم هذه الأوسمة كل سنة كحافظ للبحرينين لزيادة الإنتاجية وزيادة مساهمتهم في تطوير الوطن لذلك جميع البحرينين يتمنون أن يكونوا على قائمة المكرمين لكي يتشرفوا في هذا اليوم بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه طبعا هي مبادرة جميلة جدا دليل تقدير طبعا الوطن للكفاءات طبعا الكفاءات كان لها من العطاء لمدة سنوات وتركت بصمة في مسيرة الإنجازات في هذا الوطن العزيز والغالي عندما يكرم صاحب الجلالة في هذا اليوم المميز وهو اليوم العيد الوطني وتملأ طبعا الأجواء احتفالات وبهجة العيد فهو يرسل رسالة لهم ولكل أبناء الوطن من مواطنين ومواطنات بأن كل الجهود المميزة لها طبعا تقدير ولها مكانة قريبة من القلب وطبعا بهذه المناسبة أوجه تهنئة لكل المكرمين اليوم وأتمنى لهم طبعا كل التوفيق هو إنجاز إنجاز يعني لنا في السلطة التشريعية وكتاريخ هذه العياد عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني يمثل النقلة النوعية إلا نقلناها يا جلالة الملك وبدأنا حاضرين على مستوى العالم أجمع كبلد يشع بالسلام والأمن والتراح ويحتضن كافة أبناء البشر كافة بدون تفرقة في دين أو عرق أو لون أو مذهب اليوم إحنا بقيادة جلالة يعني أصبحنا وتقدمنا على أمم كانت تدعي الديمقراطية وتدعي حقوق الإنسان اليوم إحنا بالواقع العملي وبقيادة جلالة أثبتنا للعالم كنا إننا كنا وما نزال وسنبقى منارة مشعة بالعلم والثقافة والأمن والسلام في الأربع العالم احتفال أنيق تأنق بعظم مناسبته اجتمعت فيه القيادة الرشيدة مع كوكبة من القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن أتباع السلطة الرابعة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني احتفاءا بيوم العيد الوطني الذي يقف شاهدا على مسيرة نهضة تنموية مستمرة خطة ولا تزال بحنكة مليك ينشغل تفكيره وتستهويه جملة من الرؤى التي تستهدف رفعة ونماء مملكة يقف شعبها خلف راية خليفية وضاءة يشع نورها على أطلال المنتمين لها هذه مناسبة فقع الأمر هي شيء تسعد المواطنين لما لمسوه ولمسنا جميعا من إنجازات وأيضا لابد من التأكيد على أننا اليوم في البحرين ننعم بأهم النعم وهي نعمة الأمن والسلام أطلق سيدي جلالة الملك مشروعه الإصلاحي تبوى وقت مملكة البحرين مكانه رفيعة على جميع الأصدق سوى المحلية أو العالمية سياسيا واقتصاديا فهذا سلك حميد تسلك مملكة البحرين في العياد الوطنية ونبارك ونهنى ونقدم التهنى الكبيرة الكافة من تم تكريمه اليوم ونتمنى للجميع بمزيد من التوفيق والنجاح وللبحرين ملكا وحكومة وشعبا مزيدا من الأفراح والتطور والنماء والأمن والسلام ما في الشك أن هذه عادة سنوية جلالة الملك مكرمة على كل من قدم هذا البلد وهذا شيء طبعا ينعكس بالشيء الإيجابي ويكون دافع لكل من عمل لهذا الوطن بأنه هناك تغدير كبير من قبل الغياد الحكيم حفظه الله وأيضا تشجيع للباغي بأن الدولة فعلا ما تنسى من عمل ومن أعطى ومن خدم ومن رفع رايتها سواء كان في المحافلة الداخلية والخارجية نخبة من الشخصيات المؤثرة ممن تميزت جهودها الوطنية بالتفاني والإخلاص داخل نطاق عملها كان لها النصيب الأكبر من الرد على جميلها فيما اجتهدت بالعمل عليه بتكريم ملكي قدر حسن صنيعها بأوسمة كفاءة تأتي تثمينا لعطائها وتقديرا لما جادت به أيديها الخيرة من معان لا يسطرها إلا كريم المحتد على رخاء أرضه وفورتها في مجالات العمل المتنوعة طبعا نتقدم بالشكل جزيل إلى سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المفدى وإلى سيدي سمول العهد على التكريم اليوم وهذه اندل إلى دعمهم للكفاءات البحرينية خصوصا الكفاءات البحرينية الشابة وهذه التكريم وسام على صدورنا وطبعا كل واحد يفتخر ويتمنى يحصل على هذه الوسام وهذه شيء الواحد يحس بالاعتزاز فيه ويشكر الملك ويشكر الوزارة والحمد لله أننا حصلنا على هذه الوسام ليس شيء غريب على جلالة الملك في هالأيام الطيبة اللي احنا قاعدين نعيشها دايما يشوف الكفاءات الوطنية فاحنا في هالسنة الحمد لله أننا أحد المكرمين كنت وأنا جزيل الشكر للجلالات الملكة جزيل الشكر للقيادة الرشيدة ونتمنى دوم نكون عند حسن الظنة الجميع للتكريم معاييره تمتاز بثقلها الوضاح وضعت في مقام من بادروا وأنجزوا ومن أبدعوا وابتكروا ورافقت تلك الذات التي لم تبخل على نفسها التعلم مدى الحياة لتبدع في إدارة المعرفة وإدارة المحيط الذي تعمل فيه لتأتي القيادة لها طوعا ورغبة في امتلاك حدودها اليوم هو يوم فخر واحتزاز لنا جميعا تكريمنا بوسام الكفاءة في هذا اليوم المجيد يعطينا حافظ قوي للبزيد من العطاء في المستقبل ويعطي الشباب القادم إن شاء الله المزيد من التحفيز والطموح للجد والاجتهاد الحقيقة المواطن يعني يخلص في كل أعماله ولما يتم تكريمه على جهود كبيرة يكون قدوة للآخرين فالآخرين أيضا يبذلون الجهد ويصبون إلى التكريم وهذا هو الشيء المهم تمت الإشارة إلى مرشحين اثنين من كل وزارة وهيئة حكومية خضعوا لتقييم علمي رصين من قبل لجنة شكلت بقرار من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتتم آلية التقييم وفق عملية إلكترونية لا تشوبها شائبة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة